طيب نعمل إيه بقى عشان نتحقق بهذه الأخوة الإنسانية فلا نكون أخانا ولا نكذبه ولا نخذره هاي بقى محتاجين شوية أمور نعملها عشان نعيش بده إن كلنا نعيش في سلامة وفي أخوة وفي طهرة قلب ونحافظ على المقاصد الخمسة نحافظ على نفسنا نحافظ على عقلنا نحافظ على دينا نحافظ على أعراضنا نحافظ على أموالنا من كل ما يتعد عليها ولذلك احنا خمسة من أشكال السلامة لازم نحافظ عليها السلامة في الحياة وده شيء مهم جدا والسلامة في العقل فنحفظ حياة الناس ونحفظ أجسادهم من أنها تتعرض للخطر بما في ذلك السلامة النفسية وكمان يبقى فيه السلامة العقلية نحافظ على العقلهم بأن احنا ما نمنعهمش من التعليم ونحافظ على تفكرهم ونخليها قولهم سليمة والحفاظ على السلامة الدينية اللي إيه يعني نحفاظ على السلامة الدينية نحافظ على أن الناس ما يكونش عندهم أي تلاعب بحقائق الدين ونبعدهم عن التدين الكمي وكمان السلامة العرضية سلامة الكرامة وحفظ الأعراض فنحفظ أعراض الناس ولا يحمل الإنسان نفسه ملايطيق ويحافظ على عرض الناس والسلامة المالية أننا نحافظ على أموال الناس من النهب ونستثمرها والإنسان يعيش بالرشادة لما نتكلم عن سلامة الناس من سؤول الناس بنتكلم عن بقاء الإنسان على الفطرة الفطرة اللي بتيجع للإنسان حديثها عهد برب يعيش بالكرامة الإنسانية ويعيش بمعاني الرحمة والخير والجمال ده أكتر حاجة ممكن نعيشها عشان كده كل اللي احنا قلنا النهاردة ده بيخلي الإنسان يتحقق بمعنى الإيمان لما يحس الإنسان إنه هو أخو الإنسان يا رب نسألك أن تمن علينا لهذه الأخوة الصادقة فنحافظ على الإنسانية نحافظ على كل أحبابنا نحافظ على إخواننا نحافظ عليهم فلا نغضر ولا نكذب ولا يكون عندنا عشق للغدر واصرف عنا يا مولانا كل در يمكن أن يصلوا منا إلى أحد من إخواننا إلى أحد من أحبابنا واجعلنا سلاما واجعلنا سببا من أسباب الخير لهم واجعلنا بابا نصد عنهم كل شر يا أكرم الأكرمين رزقنا التقوى التي بها نتقي أن نكون بابا من أبواب الشر على أحد من المسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر